كمّل الفيديو طبعاً هناك طبقة ثانية صغيرة هي الطبقة الرابعة استخدم الفلاش عادي كل حوالي من ثلاثة سنين أتوقع أنها تكبر ميلي أرى كيف عملية الكسر ممنوع تضع يدك تظهر عليها كيف بدأت ترجع تبني بوقف نموها سنين مجرد تضع يدك عليها بعدين نقطة ثانية أنه ممنوعة تولع البلاستيك في الداخلها ولا السنة تبع الشمع ممنوعة لأنه أيضاً يوقف الدخان وشلازة يوقف النمو فرية أبدأ النمو جديد لأنه مبطلوا لهم فترة ما رجعوا لأولاد طلع هاي وين أنا ضاوي بالظبط طلع رجع يبني طلع هناك هاي مترح ما علينا ضاوي بلش يهيته يبني من جديد طلع هنا برضو طلعوا لي هنا طلعوا هنا واضح لدمو كدهش صار هاي شايفين كدهش هاي بلش ينمو وين النقاط رصبات هاي وراص النقاط هاي ترصبات ملحية كلسية بتنتج عن بسبب المي فهي مغارة كريستية سبب التسمية ما إلها دخل يعني في إنه أصنام وعبادات ما إلها دخل هي مجرد مسمى على المناظر الشبيهة فيها بس مش أكثر يعني اللي بدخل هاي تطلع عليهم بتحس إنه منحوت نحط لا إله إلا الله في النحط هذا الموجود طبعا كانت قبل ما تتكسر كانت أجمل يعني أنا لو عقل على الصور القديمة قبل ما تتكسر شوف هنا اللي كسرها الإنسان أطفال 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 دخلوا هنا وكسروا طلعوا هنا حلما أنا ضاوي بالظبط هذول اللي تحتيه الحجر الكبير هذول برضو صار فيه نمو بطيء هذول كانين عبارة عن اللي هني رسمي كان عبارة عن شبيهة للتمثيل مية بالمية فمشان هيك مع هذول مع الكبير فاللي دخل كان عنهم بشبهن الأصنام فراحت عليهم غارة الأصنام ولا هي ما إلها دخل لا في أصنام زي بعض الناس بصير تعلق على الفيس إنه شو دخل الأصنام يعني ما إلها دخل هي مجرد مسمى صارت للناس ما إلها دخل زي مغارة الشياطين اللي في قراوة ليش سموها شياطين لأنه الكلس اللي فيها عامل هيك أشياء صغيرة مدلية فبسموها كال إنها مش تشبه دانة الشيطان أو راس الشيطان فراحت عليها أسماء الشياطين فالآخر هذه أسماء مسمى من الناس وليس لا دخل في أي إش من التاريخ هي لاحظ عليها كل إش فيها كريستي ولا فيها أي نوع من الطلحان برضو بسبب السيلان هلا بناخد صورة جوا طبعا هاي في طبقة وهي صغيرة طبقة الرابعة فيها هي محل ما أنا نازل طبعا هي حوالي ثلاث أربعة متر تدخل ديوة فهاي بس على فاضي يعني هاي محل ما أنا ضاوي هاي الطبقة الرابعة برضو هان بلش يعني شوف كيف بلشت الكريستي وتع شوف المناظر اللي هانا كديش حلوي بسيطة بس حلوي كثير طبعا هاي شوف انا شوف ازايها خفيفة جدا ليه في مغارة في نبعد أبو نياك اللي موجودة في منطقة المنطقة الشركية من منطقة صريضة اللي من محمية صريضة هاي موجودة لا لا بدك تدخل ذيكة يعني صغير اللي بدي يدخل فيها تحت هاي هاي تان طبعا هانا كيف عاملات هذا جديد يعني عمره بتلكيها سنين طويلة بس طلع عليها بس طلع عليها بس جديدة ألاف السنين اه يعني بس أجدد من الطبقة الثانية اه طبعا هان المي من هنا موقفي طبعا كيف صارت شبه بيضة ناشفة من الياخر هاي المي يليش أستاذ شبه بيضة صارت نتمر لحياتي على هاي هاي النقطة انتي عرف شو اسمها بالعلمة هم حليمات حليمات هاي روامية في المي اه أستاذ اه طلع كيف هانا نشفة هاي في اش بسيط في السكف هاي ينبلش يعمل ماء اه لا جميلة جدا طبعا هانا النفس اذا بتلاحظ لحد الان مقبول اه رغم انه المسافة با هي هي هاي نحل ما انزلنا اه نحل ما انزلنا اسمع نعم انت قبلي هي اكتر اخذي انا صور ايو ما عندك كمان تلخون بها تفلاش اه انت عتفلاش احسن شربنا برامضان ابو احمد انسي كمسي 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 ما مش عرف تصور فيه انا مش قسي انا مش قسي انا بطلع لك من فوق بضويلك لا اله الا الله جمال ما احلى اه والله اه والله كل اشي في الطبيعة حلو ايه 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 لا اصدقى اللي اصدق المنطقة لا ننزلش فيها لو يضوت تلفون ههه ايه اتجنن هاي ايه هاي قبل التلفونات ونجيب الضو وشكلة زي هي كنا ندخل كنا يعني جاهلين كنا نضوي البلاستيك باربيش البلاستيك هذا ونجعل وكال بعد شوية يطفي لانه فيش نفس ولا هوا ولا اشي هذا هو طبعا في حيوان باك داخل هام هي اعظماته لحد الان على ما يبدو يا ثعلب يا وبر طلع الكسر هذا الثاني اياته شوف ما اطوله اه هذا العظم بس هداك طلع المكسور هدا هدول الروس هدول الروس كان ينهان كان شبيهة رسمي يعني انتي لاحظ على التشكيل تبحي انما كان الاصنام اللي دخل انا اول مرة هو فعلا شبه كأنها اصنام مين اللي اكتشفها اساس هاي المعارض هاي عنا راعي كان عنده غنم وكان يا سيدنا العزيز يرعى الغنم وهفتت مرة واحدة كان يناموا فيها سخول وما سخول في المغارة هاي اه هفتت ونزلوا فيها وتفرج عليها فكاللها كنا عم غارة اصنام طبعا انا اصور فيديو بزيئة دي لان اريد استخدموا على اليوتيوب فهذا اقدر ان اقصوا اقصوا طبعا هان ما احلاها طبعا اكيدا حس البطرة وفيه كمان واحدة جوه من الاول ما تدخل اكبال المدخل هالكيو انا طالعين مترد تشوفها السيدنا امان فيديو استاذ وتشرح اما شوية صغيرة عنها يلا هالكيو يلا دقيقتين يلا خلينا نطفق معي يلا خلينا نطفق معي